بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين أرجع لكم بوارو من ظلم بعيد عشان نستمتع في مقطع جديد طيب يا إخوان صلى على رسول الله الفيديو المنتظر اللي أنا كنت حابة تكلم عليه من زمان ولكن كنت بس أنتظر فقط لهم يعدلون موقعهم هذا الشباب عشان نقدر نحنا نحول من custom firmware أو نحول من هيبة firmware إلى custom firmware هذا الشباب يقطعنا اليوم راح نتكلم عن كيفية تحويل أجزتنا اللي تقبل أساسا التحويل من هيبة firmware إلى custom firmware لكن شباب في بعض النقاط اللي حاب أني أبيئنها لكم قبل ما تحول جهازك إلى custom firmware يعني أول شيء لازم تفهم هذه الصورة اللي بتشوف قدامك الآن اللي تضع قدامك الآن لازم تعرف أن جهازك يقبل التحويل إلى custom firmware ولا لا فعندك الآن أجزة أجزة الفات كلها تقبل أجزة السلم 90% منها تقبل أجزة السوبر سلم ولا واحدة منها تقبل فأنت لازم تعرف جهازك إيش هو بضل شأن تقدر تحول من هيبة firmware إلى custom firmware ثاني شيء في أنا حتكلمت عني في خاصية المنتدى برضو والمنشورات لكن طلع غلط يعني علي أن لا مو لازم لما تحول من هيبة firmware إلى custom firmware تسوي دونجريت هذا الشيء لأنا كنت فاهمة غلط فمو شرط أنك تسوي دونجريت مو لازم ترجع للتحديث الأصل وهو 3.55 وما در إيش هو الكلام الفاضي هذا قديما كان ممكن لكن الآن تغير الوضع تماما غلص الآن في 2025 كل شيء صار سهل الآن تبي تحول من هيبة firmware لكسم firmware على طول ركب التحديث المعد بعد نسوي الخطوات اللي إحنا رايحين علشانها يعني وتقدر نكتحول من هيبة firmware لكسب firmware على طول بالتحديث يعني أنا عندي الآن 4.9 هيبة firmware بروح على طول الكسب firmware 4.9 من واشتابة بدون ما أرجع لا أسوي دونجريت ولا أي شيء قديما كان لازم نتسوي دونجريت لكي الآن حاليا ما مو لازم نتسوي دونجريت ولا أي شيء هذا كانت معلومة غلط بالنسبة لي معنى إيش وصححة الان واركو الان طريقة عمليا اشتفهم اكثر وتكون فاهم يعني من ناحية هذا الشي ففهمت الان جهازك لازم يكون تعرف ايش هو بالضبط ومو لازم نكتسوي دون رقع طول نركب التحيط وبعد ما تسوي اشتراه اننا راح نشرحها الان بعد شوي فاي شباب خلوا نطول مقدمة كثير وندخل في مقطعنا لهذا اليوم بس شباب عندي لكم طلب اذا انتم متابع جديد اتمنى تعطينا لايك على هذا الفيديو وتشترك معنا بالقناة وتفعل زر التنبيهات عشان يصلي كل جديد القناة اول باول وما نطول عليكم ونقول بسم الله وكمل معي الفيديو طيب يا شباب ارجعنا على جهاز البلستيشن ثري زي ما شفين هذا الجهاز الثاني اللي عليه الهن وان الان مركب هن لكن انا عندي جهاز فات فانا ابي احول فات طبعا كله يقبل طبعا فانا ابي احول من الهايبر فرموير الى الكاسم فرموير عشان اتخلص من حكاية الهن هذا تماما وانا قلتلك لو انت عندك فرصة او جهازك يقبل كاسم فرموير لا تتردد تماما لان الكاسم فرموير تعديلة كاملة ما فيها اي اغلاط تعديلة الهن هذه ناقصة وفيها اغلاط كثيرة جدا فلو عندك الفرصة عندك الامكانية انك تحول حول مباشرة على طول راح نشرح فيديو كامل مدتها 20 دقيقة الفرق بين الكاسم فرموير وهايبا فرموير لكن هذا بعدين بعدين لكن حاليا اقدر اقولك ان هذا الكاسم وهذا الهن القمة القاع لازم تعرف هذا الشي الى بيقولك الغير الكلام هذا اسحب عليه واسحب عليه واسحب على اللي خلفوه لان ما في اي شيء ابي اي ابدا شيء ان الهن تفوقع الكاسم مستحيل مستحيل استحادة تامة انسا الكلام هذا تماما انسا من راسك الهن مستحيل تفوقع الكاسم فاااااااااااااا اول شيء زي وطلقت جهازك ويكون ايش كده واثاني شيء تفتح الشبكة عشان نحن بندخل على المتصفى عشان نسوي بعض الاشياء اللي احنا ايش نحول طبعاً زي ما تعرفون لما كانت تتحدث وتركب الـ Custom FrameWare أو تبي ترجع بالـ Donate Grid أساساً كل الخطوتين هذوري كان أعطيك الخطأ اللي هو مادري إيش 800 اللي قدامكم يظهر قدامكم الآن فهذا كان خيالاً نحن لازم نسوي شيء من المتصفح أو من موقع بلاستيشن رسمي عشان يقرأ الفلاش أو إيش يعني يسوي دمبل الفلاش عشان يقرأ يقرأ أي تحديث كان لابطي تركب مثلاً Custom FrameWare, Donate Grid, Rebook, Evident أي شيء يقرأها البلاشن لكن الآن بدون تسوي هذا الخطوة ما رح يقرأ التحديث كلها ما رح يقرأها فقط الـ Hyper Hyper الـ Custom Custom ما رح تقدر تحول أي شيء إلى لما يقبل هذا الشيء أو تسوي دمبل الفلاش فأحنا الآن إحنا كنا متوقفين كل هذا لأن الموقع حقهم لسه ما كان داعم لـ 4.92 تحديثها جديد ما كان داعم لهذه الخاصية عشان كده كنا متوقفين كل هذا الوقت وكان داعم لـ 4.90 تحديثها جديد ما كان داعم لـ 4.90 تحديثها جديد ما كان داعم لـ 4.90 لكن الآن قبل أمس بالضبط دعم هذا الخاصية وهذا الشيء كويس نضغط على Start زي ما تعرفون نمسح كل هذا الشيء وندخل على الموقع حق الهن اللي تعرفون هذا كله اللي هو بي اس مدري إيش بي اس ثري اكس بلويت زي كده بي اس ثري اكس بلدوت مي بعد الضغط على Start عشان ينقلك يعني لي الصفحة الرئيسية شفتوا ها 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 ما كان من 4.75 إلى 4.91 أمس لكن اليوم حدثوه صارت 4.92 فنضغط على هذا الخيار اللي هو هذا نضغط له ضغطة واحدة كده عشان يودينا على الصفحة اللي هي ايش نسوي منها دمبل الفلاش أو نسوي منها تعريف للفلاش عشان يتعرف على الفلاش ويخلينا نحن نثبت أي تحديث نريده أي تحويل نريده أي شي نريده خلاص صارت الآن مفتوح المصدر بعد ما كان يعني محدودية المصدر المصدر طيب بعد ما فتح الآن زي بيتعرف على التحديث اللي عندك بيتعرف على التحديث اللي عندك لازم يقول لك ان ايش ما في اي اخطاء ولا في اي شي شفتوا بيتعرف عليه ان ايش ان انا عندي 4.92 أساسا هن 4.92 فبيقول لي بليز ويت فوق عشان لنما يتعرف زي ما شفيني يا شباب فوق قال لي ان التحديث اللي عندي 4.92 جهازي سك سك فبيعطيك اللي انت عندك على حسب اللي هو يعطيك شفتوا بيطلع صفرتين من الجهاز عشان ايش تعرف انه ايش قبل يعني ولا ما بيجيك كل هذا بيجيك صاحة ويجيك كل شي يعني عارف انه ايش خلاص يعني جهازك داعم الكاسم فورمير ولا لا وعدني اقول له اوكي يعني فبدون اي ار بدون اي اخطاء لازم تعرف ان دون اي اخطاء فبناء على اللي يعطيك هنا فوق وبعض الناس يقول لي كيف اعرف نوع جهازي هل هو سك عشان اركب سك هل هو ديكس عشان اركب ديكس هل هو بيكس عشان اركب بيكس عشان اركب بيكس فاشوف هنا بيعطيك فوق اربعة ثانة وتسعين وفوق عندي قال لي سك سك فمعناها سك سك هذي فمانا معناها اني ايش بنزل كاسم فورمير سك فأنت على حسب ما يعطيك هو يعني يتصرف انت يعني فهمت او اركب التحديث لكاسم فورمير طبعا على حسب ما يعطيك هو فأنا عندي زوجي سك فبركب سك طيب اضغط على سيستم مانيجر لازم تضغط على السيستم مانيجر ضغط واحدة زي كذا واده انتظر عليه شوي لما يعطيك هنا قال لي كاسم فورموير صح ما عليك من هذي عليك من هذي كاسم فورموير هنا كاسم كومبليت بمدري ايش او كومبليت بيس ثري صح عطاني ايش جهازي يقبل التحويل من الهايبر الى الكاسم فاضغط الرسامة هذا الفوق عشان ما تتلخبط يعني واضغط هذا برضو فوق واده احنا محتاجين ايش محتاجين الفلاش ميموري باتش لازم نركب باتش او تصحيح للفلاش عشان يقبل معنى كل شي فاضغط على هذي باتش واده اضغط على الخيار الثاني لود باتش اتش تي تي بي ضغط واحدة بعدين تنتظر عليه شوي لما يخلص تحميل لا تغلق اي صفحة تماما هو قاعد يحدث ولا طف الجهاز او انتبه ان يطفى الجهاز وقاعد يحدث لان هذي اشياء خطيرة اشياء في السيستم اذا صار وطفت الكهرباء كده والسيستم قاعد يحمل بتكون مصيبة صراحة شوي ممكن جهاز كل السيستم كله يروح او شي زي كده فانتبه تماما هنا قلق اقدم او خلاص انت يعني بعدين قل له اغلق الصفحة بعدين ظهر لي هنا ملفين او سيستم يعني جديدة ما عليك منهم يسحب عليهم بعد نروح على فلاش باتش مرة ثانية بيظهرنا خيار رابع شفتوا ما كان فيه لا ثلاث خيارات لكن الان ظهر عنده خيار رابع اللي هو اه قبلي لودت باتش فارغط عليه عشان اخر اه هذا اخر شي اخر شي تسويه فاني اقول لك اه يعطيك تنبيهات انك لا تغلق الصفحة وانتظر عليه ابدا لما خلاص هذي اخر قطوة وانتقط على ايس اقول لك انا موافق على الشروط بس تنتظره لين ما ايش يسوي دمب للفلاش بيتأخر شويتين حوالي مثلا دقيقة او دقيقتين انتظر عليه لا تسوي اشي لا تطفى شوية انتظر عليه لما يخلص روح سوي لك اي شي كل شرب جيب لك شاي قهوة شاي سوي لك شي لما يخلص وانت ارجع على مرة ثانية قال لي دن خلاص يو كان ريبوت يو كونسل يعني الان قصد انه ايش خلاص تغلق هذا والان سوا دمب للفلاش والان الفلاش او الجهاز بيتعرف على الفلاش ويقدر يركب له اي تحديث ايا كان سواء كان دون غريد ريبوغ في ريفوكس ايفلنت اي نوع من الكاستر ما يقدر الان يتعرف عليها الجهاز ويركب على طول الباشرة خلاص نغلق سوي كلوس وبعدين ايش اغلق خلاص خلاص اطلع من هذه الصفحة لكن بسوي تجربة اخيرة عشان اعلمك بس نبذى عن الفرق بين الهن والكاستر طيب انا الان عندي لعبة باليستيشن 2 شفتو باليستيشن 2 هذه لعبة كراش اذا ضغطت عليها زي كذا بيقول لي ايش لا يمكن لعب العب تعرفون انت هذا الشي لك انا اتكلم عن المتابعين الجدد لا يمكن لعب العب جهاز البلستيشن 2 بصيغة ايزو على الهن على الهن تعدية الهن هذه لكن الان بعد ما حول كاستم فرموير الان اللعب تشتغل الان 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 راح تشتغل الان معي وانا اجزبكترش شايفين ارر عشان عندي هن هن ما يقبل اساساً العب جهاز البلستيشن 2 ايزو فهذه الصراحة لو ما عندي كذا شي هن اعتبرها مصيبة انا جايب جهاز البلستيشن 2 طيب كيفي ابي العب جهاز البلستيشن 2 ايزو فلو ما شغل لي هذا معناه ان التعديلها ناكصة وبغي ابي احول انا ما اريد ابي التعديلها كاملة تعطيني كل شي اريده فعلاً فهذا يعني النبذة زيو كتلك علينا الفرق بين الهن والكاستم الان نروح على السيستم ابديت انا طبعاً احطت التحديث وشرحت على التحديث في فيديو سابق ارجع تثبيت الكاستم على الفلاش فنروح على التثبيت عبر الفلاش وزي ما شايفين يا شباب قال لي ان اتعرف انا حطيت زي ما اكتلكم التحديث زي ما اكتلكم عندك سيك اختار سيك عندك ديكس زي ما اقل لك في المعلومات اختار ديكس عندك شي ثاني اختار الشي ثاني كل الاربعة تحتات موجودة هنا قال لي انا بحول الاربعة ثاني هذا فبقول له نعم فعشان يحول لي لهذا الشي افتو بعدين اضغط على يمين بعدين اضغط على نعم بعدين اضغط على ستارت الان ما راح يعطيني الخطأ السخيف هذا اللي كان يظهر كل مرة لان انا خلاص مسوي دمبل الفلاشة وخليتها يتعرف على اي نوع تحديث اي بركب الان فانا انزل قتلكم حولت على طريق دائم تغ اناshield لاحظة اي راح كم كان يوقف عند ايش واحد سبعين صح لك انكمل كمل خلاص وراح يكمل عادي راح يحول الجهاز من الهايبر فرموير الى الكاستن فرموير واشطن عطول اربعة فنة تسعين هذا و اربعة فنة تسعين هذا كله راح يكمل على طول زي كذا فراح يخلص بعدين ارجع لكم ورد ثانين الصورة بتتغير طيب يا شباب خلص التحديث الان وزي ما انتشافين يا شباب اوكي تحول جهاز البلتش 3 الى افلنت اخيرا اخيرا يا شباب الطريقة جدا جدا ناجحة جهاز الان تحول من الهايبر فر فرموير الى الكاستن فرموير وزي ما انتشافين الان اختفى الهن هذا تماما والان ظهر عندنا الباكيج منيجر مباشرة على طول بدوم اتفعل ايهن ودوم اتسوي اي شي خلاص وداعا وداعا للقبح وداعا للهراء وداعا للقدارة وداعا للكذا انت خلاص تقدر الان تكون ايش تقدر تكون ملك الان تقدر تكون ملك الان فعلا عندك جهاز وشين تري كاستن فرموير ملك انت تعال تعال اجب زنبي على العرش تعال تعال اما انت عندك لسه الان للان عندك هايبا فرموير بعد بعد ما عرفت الطريقة وكل شيء متاح عندك لا 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 روح روح اعمل في الحقول ولا ملمع جزم ولا اي شيء سي كده خلاص صار الان ايش ما ادروا اللي يقوم برضو باند او شيء زي كده الباند يا شباب ما في شيء اسمه باند خلاص من بعد 2016 ما عد فيه شيء اسمه باند فبعض الناس يقول الهايبر او الكاسم فيلمير معارض للباند اكثر من الهايبر هذا كلام فاضي هذا كلام انتهاء من 2015 الان ما حد شركة سوني ما هي مهتمة ابدا لا بالبايشين ثري وقريبا لا باللسوني فور ما في شيء اسمه باند او شيء زي كده خلاص انت هذا الكلام من زمان فازي اكتلكم بتجربة الاخيرة الآن تتحكم في ايش خلاص الان الان كاسم فريمو اين يا شباب ها؟ اعرف انك عندك كاسم فريمو اين يا شباب؟ هنا بيقول لك كاسم فريمو اير تولز هنا اعدادات الكاسم فريمو اير زي ما تعرفون زي اعدادات الهن بالضبط لكن ما ما رح تستخدم أي هن أبدا خلاص عندك كل شيء الآن متاح الآن عندك تعديلة كاملة المصدر الملتيمان راح يشتغل مباشرة على طول الويب مان راح يشتغل مباشرة على طول ألعاب جهاز البلستيشن تو راح تشتغل مباشرة على طول زي ما شفين ضغط ضغطك قدامكم نفس اللعبة اللي عطتني إيرور نفس اللعبة اللي عطتني إيرور اشتغلت معي الآن تعرف على جهاز البلستيشن تري وقال إن هذي لعبة البلستيشن تو نقدر لحنا نجربها الآن وإيش خلني أجربها عشان لا يقول إن كذب هذي مدري إيش أنت من قصص المقطع خلاص خلنا أجربها الآن قدامكم هذه هي كراش أوف ذا تايتنز زي ما شفين جهاز البلستيشن تو زي ما شفين جهاز البلستيشن ثري أقدر نحن أغير أسوي الكنترور راح أولها رقم واحد والأمور إيش الأمور أسهل من السهولة الأمور خلاص ضبطت الحلم يتحقق الآن تقدر الآن زي ما بتلك تكون على قمة العرش في أي شيء الآن تقدر تضحك على الناس اللي عندهم هنا أضحك عليهم أنا لازم أضحك عليهم الآن فلأي واحد عنده هنا بضحك عليه أي واحد ما يقدر يحول بضحك عليه أي واحد ما يبي يحول وزي كده بضحك عليه لما أموت فخلاص الآن التطور صار جدا جدا رهيب تقدر أنك تحول جهازك إلى الكاستم فرموير بضغطة زر واحدة وخلاص تقدر أنك إيش تحول أو تسوي دمبل الفلاشة اللي عندك وتركب ما شئت من أي كاس تبي تركب ريبوغ تبي تركب ريروكس تبي تركب ايفلنت تبي تركب أي شيء تريده فالإيفلنت صراحة بعد التجربتي أحسن ممتاز صراحة لكن دائما الريبوغ يتفوق عليه فليبي يركب الآن 4.8 الريبوغ راح أطر لكم في المدونة على طول مع الكاستمات الثانية اللي هي الإيفلنت والتحديث المعدل وشيء زي كده خلاص الآن كل شيء إن شاء الله شرحت يعني صبطت أنا 100% إن شاء الله خلاص كلكم أنا تقدروا تحولون أجزتكم للي يقبل طبعا الكاستم فرموير تقدر أنك تحول أجزتك بسهولة جدا وبراحة تامة وكل شيء الآن راح يزبط معك وبس شمام هذا كل ما يجب أن يقال في هذا الفيديو إن شاء الله لابدتكم كشي بالتفصيل حرفيا أتوقع المقطع هذا فعلا صراحة أبهرني قبل ما أبهركم أنتم لأن صراحة في بعض المعلومات أنا استفدتها من هذا المقطع أنا لأنا استفدتها من هذا المقطع حتى ولأني شارح يعني إن نحن نقدر نحول من الهايبر إلى الكاستم بدون ما نرجع بدون نقريد القديمة كان يسبب لنا مشاكل لازم نرجع بدون نقريد إلى ثلاثة خمسة وخمسين ونحط مدرئيش أربعة فصلة ثمانية أربعة فصلة أربعة وثمانين وبعداً نروح مدرئش يعني خطوات تجازم تجعل خطوات عشان تنتقل إلى أعلى شيء لكنه بما تطور الأشياء الحلوة الجديدة هذه تقدر على طول تتحول من ثلاثة 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 ثلاثة، واحدة ثلاثة، واحدة ثلاثة، واحدة ثلاثة عندك من دل يش تبغي تتحول على طول بضغط زر وحده فهذا شيء أبهرني صراحة جازة بشان ثري للآن متربع على قمة الأجهزة صراحة، ما شاء الله لجازة بشان ثري يفوز صراحة فإذا كان عندك أي سؤال أي سفسار بخصوص هذا المقطع أو مقطع سابق يعني اكتب لي تحت في التعليقات وإذا كان عندك سؤال صعب يحتاج شرح يعني تبيني أشرحها لك تعال لي تواصل معي في الخاص أو في مواقع تواصل الاجتماعي الموجودة في لمحة أو في خانة الوصف وفي شيء أخير لازم تفهمه أن هذا المقطع انتهى يعطيك العافية على المشاهدة لحد الآن ولا تنسوا يا شباب ضبطونا من اللايك والاشتراك والكومنت والشير والأشياء الحلوة يا شباب وإذا فتك شيء بخصوص الفيديوهات عموماً تقدر تشوف هذول الفيديوهين الموجدين هنا تشوفوا الأول سمتع فيهم وإذا حاب ترجع للمرة ثانية حياك الله في أي وقت وإننا لكم في لقاء آخر يا شباب فيديو جديد مع السلامة